رجل صالح لا تفوته صلاة الجماعة يذهب إلى عمله بالنهار وبعد الانتهاء من عمله يذهب ليصلي العصر بالمسجد الملاصق لبيته ثم يدخل بيته هادئا بشوشا فتستقبله زوجته والتي كانت مثله تماما تحب الخير للناس وكثيرة الرحمة والشفقة وتقف عند حدود الله قدر استطاعتها شاء الله أن يصيب أصغر أبناء هذه الأسرة بمرض خطير وحينما أخذه الوالدان إلى الطبيب للعلاج ولم تتحسن صحته بعد استعمال العلاج الموصوف له ذهب به إلى طبيب آخر ظنا منهما أن يكون هذا الطبيب أكثر علما ومعرفة من الذي سبقه إلا أن الطفل ظل على حالته وفي إحدى الليالي أحست الأم أن وضع طفلها الصحي في حالة يرثى لها فحرارته قد ارتفعت ارتفاعا شديدا وأصبح النفس يخرج منه بصعوبة ويحرك جسمه حركات لا إرادية فظلت الأم ساهرة لا تنام يقول والده في تلك الليلة صحوت على صوت المؤذن لصلاة الفجر فاقتربت من طفل المريض لأتأكد من صحته فوجدتها لا تبشر بالخير وأمه بجانبه وقد أخذتها إغفاءة من النوم وعلى وجهها علامات الحزن فتركتها على هذه الحالة وتوضأت لأذهب إلى الصلاة فوجدت هناك ثلاث قطة تموء من الجوع عند ذلك فتحت الثلاجة وأخرجت منها شيئا من اللحم وأطعمت القطة الثلاث وبعد أن أطعمت القطة دعوت الله تعالى أن يشفي صغيري وأنا على يقين بأن الله تعالى شكور وسوف يشكر لي صنيعي ويشفبني إن تقرض الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم ثم ذهبت إلى المسجد وبعد الصلاة رجعت إلى بيتي ورأيت زوجتي لا زالت نائمة فاقتربت من الطفل وإذ بي أجده قد فتح عينيه وحرارته المرتفعة قد نزلت إلى الوضع الطبيعي ووجهه غير الوجه الذي كنت قد رأيته قبل نصف ساعة فما كان مني إلا أن أيقضت زوجتي لأدخل السرور إلى قلبها على تغير حال طفلنا قامت زوجتي من نومها مذعورة وبعد أن نظرت إلى طفلها حمدت الله كثيرا وقبل أن تتوضأ زوجتي لتصلي الفجر لم تصبر حتى حدثتني بالذي جرى لها قبل قليل وما رأته في منامها فقالت لي والله لقد رأيت الآن رؤيا لقد رأيت طيرا يحاول أن يخطف طفلنا المريض ويؤذيه وكانت هناك ثلاث قطة تدافع عنه بكل ما استطاعت من قوة ولم تسمح للطير بالنيل منه حتى ابتعد أخيرا بعد أن يأس من محاولاته المتكررة وبعد أن انتهت من حديثها قلت لها سأقول لك ما فعلته قبل أن أصلي لقد وجدت ثلاث قطة تموء من الجوع فأطعمتها اللحم لقد رحم الأب هذه القطة بما أطعمها فأنعم الله على ولده قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون كان هناك رجل سكير دعا قوما من أصحابه ذات يوم فجلسوا ثم ناد على خادمه ودفع إليه أربعة دراهم وأمره أن يشتري بها شيئا من الفاكهة للمجلس ذهب الخادم وأثناء سيره مر بالزاهد منصور بن عمار وهو يقول من يدفع أربعة دراهم لفقير غريب دعوت له أربع دعوات فأعطاه الخادم الدراهم الأربعة فقال له منصور بن عمار ما تريد أن أدعو لك فقال الغلام لي سيد قاس أريد أن أتخلص منه والثانية أن يخلف الله علي الدراهم الأربعة والثالثة أن يتوب الله على سيدي والرابعة أن يغفر الله لي ولسيدي ولك وللقوم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فدعا له منصور بن عمار وانصرف الخادم ورجع إلى سيده فنهره وقال له غاضبا لماذا تأخرت؟ وأين الفاكهة؟ فقص عليه الخادم مقابلته لمنصور الزاهد وكيف أعطاه الدراهم الأربعة مقابل أربع دعوات فسكن غضب سيده وسأله وما كانت دعواتك الأولى؟ قال الخادم سألت لنفسي العتق من العبودية فقال السيد قد أعتقتك فأنت حر لوجه الله تعالى وما كانت دعوتك الثانية؟ فقال أن يخلف الله علي الدراهم الأربعة فقال السيد لك أربعة آلاف درهم قال وما كانت دعوتك الثالثة؟ فقال الخادم أن يتوب الله عليك فطأطأ السيد رأسه وبكى ثم أزح بيديه كؤوس الخمر وكسرها وقال باكيا تبتء لله ولن أعود للمعاصي أبدا ثم سأل فما كانت دعوتك الرابعة؟ قال أن يغفر الله لي ولك وللقوم قال السيد هذا ليس لي وإنما هو للغفور الرحيم فلما نام السيد تلك الليلة سمع هاتفا يهتف به أنت فعلت ما كان إليك أتظن أننا لنفعل ما كان إلينا لقد غفر الله لك وللغلام ولمنصور بن عمار ولكل الحاضرين قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنقوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون يقول داعية من دعاة الإسلام في الكويت بينما أنا نائم إذ رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لي أخبر فلان ابن فلان الفلاني أنه من أهل الجنة فاستيقظت وقد حفر اسم الرجل في ذاكرتي لكني تعجبت من الأمر لأني لا أعرف رجلا بهذا الاسم وكنت في ضيق كوني لم أجد طريقة لتنفيذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأني أعلم أن رؤياه حق وأنه يقع علي تنفيذ ما أمرني به وفي ليلة تالية رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانية وردد علي ما قال في الرؤية الأولى أخبر فلان ابن فلان الفلاني أنه من أهل الجنة فاستيقظت وبدأت أسأل وأتحرى أمر رجل بحثت في دليل الهاتف وسألت الاستعلامات بل طلبت من بعض الإخوة في دوائر الأحوال المدنية أن يستطلع لي هذا الأمر وكل محاولاتي باءت بالفشل ومرت أيام وأنا أكثر من الدعاء ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كي يعرفني الله بهذا الرجل ومرت أيام وأنا على هذا الحال حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رؤية ثالثة يقول لي أخبر فلان ابن فلان الفلاني في مدينة الرياض وعنوانه كذا أنه من أهل الجنة وعندما استيقظت لم أتردد في السفر إلى الرياض للبحث عن هذا الرجل المبارك ولما وصلت للعنوان وسألت عن الرجل في حيه دلني جيرانه عليه فطرقت بابه ففتح لي رجل عادي المظهر فسألته أين أجد فلان ابن فلان الفلاني فقال لي أنا هو تفضل فقصصت على الرجل القصة فأخذ يبكي بكاء كثيرا ثم قال لن أترك سبيل الله وعمل الخير ولن يراني الله أبدا إلا في طاعته فسألته بالله عليك أخبرني بسرك هل تقوم بعمل معين حتى تكون من أهل الجنة فصمت الرجل ثم قال بعد تردد أقول لك على شرط أن لا تذكر اسمي بين الناس فإنه لا يعلم سري إلا الله فوافقت دون تردد فقال لي كان لي جار له زوجة وأبناء وتوفاه الله تعالى وأنا رجل موظف وراتبي يكفيني وأسرتي ولكني أشعر بحاجة هذه العائلة فكنت أقسم راتبي إلى نصفين أعطيهم نصفه دون أن يعرف من الذي ينفق عليهم ولا يعلم أحد بهذا حتى زوجتي عندها عرفت السر فهذا الرجل كان مخلصا وصادقا في كفالة هؤلاء الأيتام وأنفق من أعز ماله على قلته فاستحق أن يكون رفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا من ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون تزوج رجل من زوجة على خلق ودين وبها من التقوى ما يجعلها هادئة وتتقبل كل الأمور بقلب راض مطمئن وبعد عام من زواجها رزقت بطفل جميل أسعد قلبها كثيرا إلا أن زوجها تزوج بزوجة أخرى وأخفى زواجه هذا عن زوجته التي يحبها ويقدرها كثيرا وقد علمت الزوجة بزواجه عن طريق الصدفة ولأنها عاقلة وذكية وترضى بما قسم الله لها لم تعترض ولم تغضب بل لم تخبر زوجها بأنها علمت بزواجه وفضلت الصمت وقالت الحمد لله دائما اختيار ربي هو الأفضل لأنني أحبه وأحب كل شيء يقدره ظلت الزوجة التقية الذكية مع زوجها تعامله أحسن معاملة وتهيئ له جو من السعادة لا مثيل له وظلت هكذا لمدة ستة عشر عاما حتى توفي زوجها حزنت الزوجة كثيرا على وفاة زوجها وقد رزقها الله الصبر والثبات على فراقه وظلت تذكر والدموع لا تفريقها محاسن زوجها أمام كل من حضر العزاء خاصة أهله الذين تعجبوا كثيرا لوفائها وحبها لابنهم الذي تزوج عليها بعد عام واحد من زواجه بها وبعد انتهاء أيام العزاء الثلاثة اجتمع أهل زوجها عندها ليخبروها بزواج ابنهم بزوجة أخرى وكلما هموا بفتح الموضوع تراجعوا من الخجل وبسبب متح الزوجة في ابنهم طوال الوقت والزوجة جالسة معهم وتعلم تماما ما يدور بعقولهم وما يريدون قوله لها وبعد فترة بدأ والد الزوج الحديث وقال لزوجة ولده يا بنيتي هناك موضوع أريد أن أفاتحكي فيه وأرجوك أن تتفهميه وتتقبليه دون غضب أو إحداث مشاكل قاطعته الزوجة وقالت له في هدوء لا تقل شيئا يا عمي أعرف أن ولدك قد تزوج بأخرى منذ ستة عشر عاما وقد عرفت من أول يوم لزواجه رد الأب في ذهول وصبرتي كل هذه المدة ولم تخبريه كم أنت تقية قالت الزوجة ليس التقوى فقط هناك أمور تحتاج بجانب التقوى إلى حسن تفكير وذكاء وهذا ما تعملت به مع ابنك فلو أني أخبرته بما علمت وغضبت وحولت حياته معي إلى نكد مستمر كان سيقسم الليالي والمال بيني وبين زوجته الثانية وكلما أغضبته تركني وذهب إليها ولكن عندما استخدمت عقلي جيدا وأخفيت عنه معرفتي بزواجه أصبح عندي كل الليالي ومصروفي لم ينقص شيئا بل وكان يعاملني بحب كبير ورقة زائدة حتى لا أشك فيه وأعلم ما خبأه عني لقد عاش معي ستة عشر عاما بعد زواجه من الأخرى يعاملني كملكة متوجة فماذا كنت أريد أكثر من هذا؟ قال الأب والذهول ما زال على وجهه ووجه كل العائلة ما أروع إيمانك وما أكمل عقلك لقد اطمأننت تماما على أحفادي الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب يقول أخ تائب لقد من الله علي وأنقذني من النار بعدما كان بيني وبينها ذراع أو أقرب لقد كنا ثلاثة أصدقاء اتفقنا في أشياء كثيرة سيئة إلا أنني اختلفت عنهما في تمسك بالصلاة في أوقاتها وحاولت كثيرا أن أقنعهما بإقامة الصلاة والمحافظة عليها لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر ولكنهما كان لا يهتمان بنصائح لهما لأنهما انشغل عنها بالمعاصي كان صاحبي يسافران كل عام إلى إحدى الدول المجاورة وهناك كان يفعلان جميع الفواحش من شرب خمر وزنة ولعب للميسر وغير ذلك وفي كل عام كان يعرضان علي السفر معهما إلا أنني كنت أرفض ويسافران وحدهما ولكنهما استطاعا هذه المرة أن يخنعان بالسفر معهما فقررنا السفر بالسيارة هذا العام ليسهل علينا التحرك والاستمتاع إلى أقصى الدرجة وركبنا السيارة وقطعنا الكيلومترات حتى لم يعد إلا القليل وكنت أجلس في الكرسي الخلفي وزميلاي في الكرسي الأمامي وأثناء الطريق نمت قليلاً وفجأة عندما استيقظت وقعت عيناي على لوحة الطريق التي توضح المسافات بين المدن وقد قرأت وأنا في غاية الذهول 150 كيلو متراً على جهنم فصرخت قائلاً يا الله ثم قفزت من مقعدي وقلت لصاحبي ألم تقرأ؟ فقال ماذا؟ قلت لوحة الطريق مكتوب عليها 150 كيلو متراً على جهنم فضحك وقال لي إنك مرهق وتحتاج للنوم وما رأيته تخيلات لا أكثر فالتزمت الصمت ثم أخذتني غفوة ثانية وبعد مسافة 50 كيلو متراً استيقظت فجأة وقد جاءت اللوحة الثانية جاءت لينقذني الله بها حيث قرأت 100 كيلو متر على جهنم وهنا أخذت أقنع صاحبي على الرجوع والتوبة إلى الله وأن هذا تحذير من الله سبحانه وتعالى لنا إلا أنهما لم يستجيب لي وعند ذلك صممت على النزول من السيارة والرجوع وصرخت فيهما أنزلاني هنا فأنزلاني ومضيا وهما في غاية الدهشة والاستغراب من أمري بعد أن نزلت انتظرت على الطريق ما يقارب الساعة وفجأة شاهدت شاحنة كبيرة قادمة نحوي فحمدت الله ووقف لي السائق وركبت معه لم يكلمني السائق ولكنه كان يردد إنا لله وإنا إليه راجعون فسألته ماذا حدث فقال لي سيارة على الطريق المقابل استضمت واحترقت بمن فيها وحاولت مساعدتهما ولكن النار التهمتهما فقلت له وأنا في حزن شديد ما لون هذه السيارة وكانت المفاجأة إنها سيارة صديقي وهنا أخذت أبكي وأحمد الله العلي القدير أن نجاني بفضله ورحمته أولا ثم بفضل صلاتي التي كنت أحافظ عليها دائما وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير